شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي وأكد سعادة الدكتور بسام اسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى أن العدالة المناخية تتطلب بناء شراكات فاعلة ومسؤولة بين برلمانات دول العالم كافة والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ وذلك بهدف ضمان التزام الدول القبرى بدعم الدول الفقيرة والنامية لتتمكن من معالجة أثار تغير المناخ لافتني لأن تزايد الاهتمام البرلماني والدولي بمناقشة وبحث مخاطر تغير المناخ يأكس الحرص على وضع رؤى موحدة تسهم في مساندة الجهود الدولية المستمرة للتقليل من أضرار وتأثير تغير المناخ